في هذه الحلقة سأبدأ بمناقشة فكرة يعني وردت هي في الحقيقة في الأسئلة التي كانت مقررة لحوار الأسبوع يوم أمس مساء وتستحق النقاش الفكرة تقول طبعا من موقع الذين ينتقدون المقاومة طرح أسئلة حول ما الذي سوف يتحقق إذا ما أخذت المقاومة كامل الشروط التي وضعتها لوقف إطلاق النار مع بداية الطوفان وهل لازالت هذه الشروط يعني تعادل حجم التضحيات التي قدمها الفلسطينيون طبعا هؤلاء يتحدثون عن أنه يجب أن تستمر الحرب يعني بأي ثمن حتى أن هذه حرب تحرير ودفعت الكلفة وبالتالي يعني لماذا الذهاب إلى وقف إطلاق ناج هذا عنوان العنوان الثاني يلحظ أن المقاومة لم تعد تتمسك بذات الدقة بالشروط التي طرحتها فهي مثلا لم تعد تطرح فك الحصار كواحد من الشروط الأساسية يعني الإنسحاب الشامل وإنهاء الحرب يتقدمان ثم أنه في موضوع الأسرة لم يعد هناك الكل مقابل الكل يعني بدأ الحديث عن مبدئية قبول نسبة معينة يعني تسعين خمسة وتسعين بالمئة لكن ليس المئة بالمئة طبعا هذه النقاشات وفي مثل طبعا أنه اللي بياخدوا على محور المقاومة بيقولوا غزة قدمت أقصى ما عندها ما في تناسب بيعني تضحيات محور المقاومة وتقديماته وحجم مساهماته في الحرب السؤال الأساسي طبعا هنا هو هل أن هؤلاء الذين يطرحون هذه الأسئلة ينطلقون من رؤية تصور لكيفية خوض حرب التحرير أم فقط للتنمر والتمريك وتسجيل النقاط على قوى المقاومة سواء في غزة أو في الضفة أو في محور المقاومة لأن السؤال هو شوي خطة التحرير الذي يتحدث مثلا عن ماذا ينتظر محور المقاومة ماذا ينتظر لماذا يعني ليبدأ ماذا ماذا ينتظر شو ليضرب العمق الإسرائيلي طيب وبعض ضرب العمق الإسرائيلي أصلا لو لا معادلة الردع أنها تحتاج ردا على الانتهاكات الإسرائيلية الكبرى التي جرت نحو طهران ونحو بيروت عمليات ضخمة باتجاه العمق الإسرائيلي خطأ عم بيحكي علم مش عم بيحكي هلأ انفعال وعاطفة وعاطفة إن شاء الله يعني قم بلنووية ونخلص من إسرائيل يعني أو كيماوي ويقشل وهاك خلي نحكي لغة الحرب بيد إسرائيل وبيد أمريكا وبيد الغرب في لحظة تجييش إذا بدأ أن المطروح هو إنهاء إسرائيل وإزالة إسرائيل لنكون صريحين يعني الرأي العام الغربي ليس مع إزالة إسرائيل والرأي العام الغربي في أي ظاهرة تبدو أنها خطوة تتجاوز يعني حد خلق موازين قوى للوصول لاتفاق يحمي غزة ويعيد فتح المجال للقضية الفلسطينية لتكون عنوانا سياسيا قويا حاضرا لا يمكن تجاهله وتفتح الباب لتداعيات التفكك والضعف والانهيار في الكيان عم بحكي كسقف للعمليات عندما تتجاوز هذا السقف وتوحي بأنك تنخرط في مشروع لتدمير الكيان قطعا الرأي العام الغربي سيصطف وراء حكوماته من أجل تدخل عسكري يحمي الكيان وتوازن القوى الناتج ما بيهزم محور المقاومة يعني مش عم نحكي عن أنه هذا يعني هزيمة لمحور المقاومة لا هذا يعني توازن القوى سيؤدي إلى وقف الحرب عند حدود لا غالب ولا مغلوب وبالتالي السؤال هو قل نبلش من هون قصفنا قصفوا دمرنا دمروا فات الغرب صار توازن يفرض وقف إطلاق نار على قاعدة أننا يعني خسروا في مدنهم كثيرا وخسرنا في مدننا كثيرا وبالتالي يجب وقف الحرب شو هو المردود الذي سيترتب على وقف الحرب في هذه الحالة لأن المضي قدما دونه هذه القدرة الغربية في استهداف العمق في كل بلاد المنخرطة في الحرب يعني لبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران وقفت الحرب إلى أين؟ إلى لا شيء إلى لا شيء إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات مفاوضات يعني بلا سقوف لأنه توازن قوى توازن رعب وبالتالي بعده لا في عمليات مقاومة لا في يعني أنا أذكر أثناء حرب تموز 2006 الرئيس الأسد لما أعلن الاستنفار في الجيش العربي السوري وأرسل لي سماحت السيد أنه نحن واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقومية والدينية توجب علينا أن نكون في حالة استنفار وجهوزية ونقول نحن حاضرون لكن قرار التوقيت والصيغة لكم ليش لكم؟ لأنه إذا دخلت سوريا الحرب الذي سيحدث أنه بعد ست ساعات بعد نهار بعد نهارين وقف إطلاق نار وبالتالي جزء من وقف إطلاق النار أنه المقامة توقف إطلاق نار يعني خلاص الحدود سيصبح ممنوع استخدامها وسوريا جزء وإذا خلقت الحدود اللبنانية تصبح سوريا معرضة للاستهداف لأنه هي اللي نصرت المقاومة فإذا المقامة قادرة على الصمود بإمكاناتها الذاتية دون تدخل سوريا يكون هذا الأمثل لأن هذا يعني أنه عندما يقف إطلاق النار سيقف على توازن المقاومة مع إسرائيل وبالتالي تتحكم المقامة بكيفية شروط التعامل معه لا تكون معادلات الدول هي الحاضرة وكان رأي سمحت السيد أنه نحن نقدر عاليا هذا الموقف لسوريا ونقدر ما تقدمه سوريا من إمداد ومن حتى مساهمات بإرسال ضباطه رماته وممكن حتى مشاركات بأشكال مختلفة حتى الضباط والجنود السوريين ساهموا بنقل جزء من الإمداد وهذا بحد ذاته يعني فيه تضحيات وفيه شهداء وفيه دماء وهذا كافي ونحن قادرون أن نتدبر الأمر في الباقي حتى يرضخ الكيان لشروط المقامة بوقف غير مشروط لإطلاق النار وانسحاب من المناطق الجيوب الصغيرة التي تقدم فيها عبر الحلول مثل الغجر الجزء اللبناني من الغجر ليه؟ لأن وقف الحرب على قاعدة مقامة بوجه الكيان شيء ووقف الحرب بمعادلة دولية وإقليمية شيء آخر وقف الحرب بمعادلة دولية والإقليمية يعني أن المقامة باتت مسقوفة بأي عمليات لاحقة بأنها تفجر حربا إقليمية ودولية طيب شو المصلحة فيه يعني سوريا لم تدمر يومها الضاحية هي التي دمرت لكن ما كان المقامة موقفة أنه لا ما بيصير أنتو مش معنا إذا ما بتدمر سوريا مثل ما عم تدمر الضاحية أنتو عم تعملوا رفع عتب أنتو مش عم تحملوا مسؤولية أنتو مش وقفين إلى جانبنا بإمكانكم أن تفعلوا أكثر ولا إيران بإمكانكم أن تفعلوا أكثر بس هذا الأكثر إذا فعلته سوريا وإيران خراب على المقامة وعلى قضية المعركة مع الاحتلال إلى أبد الأبدين وخلق توازن هو لن يخرقه إلا عندما يتمكن من امتلاك موازين قوى للسحق وأنت لن تعود قادرا على خرقه طيب الآن إذا بدك تسقف عملية الحرب التي تخوضها المقاومة في غزة بغير حركات مقاومة دخل دول وتصبح حرب دول يعني تدخل سوريا وإيران وإذا دخل حزب الله يدخل بالرمي إلى العمق ورمي على العمق وتدمير بيروت وتدمير تل أبيب بعدين وقف اطلاقنا بس بدون شي لأنه بصير وقف الحرب بحد ذاته هدف وهدف للشعوب ما نضحك على بعض يعني بصير الشعب اللبناني كله عم بيقول طيب خلصونا من الحرب ومثله السوري ومثله العراقي ومثله الإيراني المدن تدمر وبالتالي هذه حرب بلا أفق والغرب شريك فيها وشو عملنا ما عملنا شي لذلك أول شرط خلينا نتفق عليه وهذا عكس المزاج وعكس العاطفة وعكس الانفعال وعكس الغضب وعكس روح الانتقام وعكس اللي مفكرين أنه إذا إذا ما دفعوا دم بالمدنيين ما بيوقفوا مش صحيح مش صحيح إذا دفعوا دم بالمدنيين بديدفعوا عواصلنا دم بالمدنيين ورح يزيدوا على غزة هذا تكوين المجتمع الصهيوني هيك اللي بيخليه هو الشعور بلا جدوى الحرب وأنه هذه الحرب نحن عم ندفع فيها خسائر ما عم نحقق أهداف نحن الطرف المبادر فيها يعني هني الإسرائيليين نحن اللي بعدنا مش موقفين بغزة نحن اللي بعدنا مكملين وهي جبهات إسناد بس نوقف بيوقفوا وشروط غزة شروط معقولة شو بدن تبادل أسرة ووقف اطلاق نار إنهاء العرب بصورة نهائية انسحاب من غزة ايه ليش لا ما نحن تركناها بالألفين وخمس لأنه لا مصلحة لنا بالبقاء فيها عم بحكي الرأي العام عم بحكي المشروع اللي كان مبني على وهم إنه عندنا قوة كافية لتهجير غزة ما رح تتهجر غزة ولا رح تتهجر الضفة ولا رح يتهجروا أهل 48 وآخر الهجرات كانت بال67 وخلاص ما بقى فيه هجرة عند الفلسطينيين عند الفلسطينيين فيه خيار مقاومة وبالتالي الحرب الهادئة اللي عم يخدع التصعيد هو الإسرائيلي بصراحة مش حدا تاني لأنه مشاكله التي نتجت عن الحرب هو مشاكل يحلها بالحرب مشاكله اللي نتجت عن الحرب اسمها الأسرة ما أدري يرده بالقوة ما في يرده مشاكله اللي نتجت عن الحرب هي الفشل في صحق المقاومة في غزة ما عم يقدر يسحقها وهي قادرة على الصمود ومواصلة القتال سنوات مشاكله اللي نتجت بالحرب هي أن اليمن تحدى للردع الأمريكي وفرض منع عبور السفن الذاهبة إلى كائن الاحتلال مبارع ثلاث سفن ما أدري يحلها بالقوة لا هو ولا الأمريكي ولا البريطاني مشاكله اللي نتجت من الحرب تهجير المستوطنين من الشمال اللي هو تلت إسرائيل تلت الكيان وهذا الثلث مضطرب ومش قادر هلأ موسم الدراسة بيبلش بأول أيلول نحن 76 سنة عايشين تحت العدوان مجرد انحقق توازن النار نحن ربحنا هم 76 سنة عايشين التسيج وعايشين مجتمع الرفاه والأمن ومجرد مرور عشر شهور انه مش قادرين يوقفوا تهديد الرفاه والأمن يعني هم في مأزق يعني فكرة الكيان كلها صار في حول علامة سؤال قابلة للحياة قادرة على الاستمرار شو هي مقوماتها اذا مش قادر يتأمن الرفاه والأمن هي فكرة جلب فرضت على المنطقة بوهم ان القوة تؤمن الرفاه والأمن نشأت قوة تقول ان قوتكم غير كافية لتأمين الرفاه والأمن ليس لدينا القوة الكافية للتحرير عظيم لكن لدينا القوة الكافية لمنعكم من التنعم بالرفاه والأمن شرفوا جربوا اذا فيكن تتنعموا بالرفاه والأمن وبالتالي السؤال الوجودي حول الكيان يبدأ من هنا وتركوا ويتفاعل وحرب سنين سنين لمستعجلين بديفهم عشو مستعجلين خصوصا خصوصا ما عليش ما حدا يزعل مني مستعجلين ببلاد وبدول ما دا لحقة شي من الحرب يعني انه بيجيك واحد ببلد عايش دورة حياته طبيعية جيشه ما عم يتدخل اقتصاده ما عم يتأثر على حدوده حتى اذا قادر يفوت لقمة أكل او حب الدواء ما عم بيفوت لا الشعب ولا الحكومة واذا قادر يأمن قطع تسلاح عبر الاردن مثلا للضفة عم ينقطع الاكسجين طيب وفوق مننا بيقولك شو ناطرين فجروها وخلصونا طيب شرف انت يا حبيبي روح اعتصم على الحدود وخود بيدك اناني ما يوزتهم من وراء الحيط وخود بيدك ذخائر واسلاح ولاقي طريقة كيف توصلهم للمقاومين معلاش يعني خلي يعني الذي يريد نقلة نوعية هاي نقلة نوعية نقلة نوعية انه هلأ فيه ثلاث جبهات اسناد يصيروا اربعة يصيروا خمسي شعبيا عم بحكي معمول حكوميا معمول الجيش المصري معمول الجيش الاردني عمقول ينشئ الوطنيون في مصر معادلة مع دولتهم ما بدنا ندخل فيها والوطنيون في الاردن معادلة مع دولتهم تؤمن فرصة فقط القول انه في يعني مناخ احتجاجي يا سيدي مظاهرات في العواصن حتى بالاردن والمظاهرات هديت يعني انه بعدها بالغرب مستمرة بس بالبلاد العربية هلأ ما بعرف اذا بالمغرب يمكن المغرب بعده مستمر والعلم عند الله فاذا اول نقطة بدنا نتفق عليها ان حرب المدن ليست في صالحنا على الاطلاق نسوها 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 الحريسين أنا عم بحكي اللي عن جد سادئين مع فلسطين اللي عن جد سادئين مع غزة لن يوقف التدمير والقتل في غزة مزيد من الذهاب الى التصعيد في حرب المدن كونوا عثقة انه سيزداد البطش بغزة سيزداد التوحش على غزة وسيصبح له تقبل غربي لانه بصير مقابيلوف عم بيموتوا يهود وعم تتدمر هذا خلاص يعني هتا عاطف القائم بدكن تنسوه وبدو يتحول الشارع الغربي الى شارع عنصري واللي مش مسدق يرجع يتذكر يعني الى شارع عنصري يقول انه خلي جيوشنا تروح توقف تحمي اسرائيل شفتم بارح بالمؤتمر تاعة الحزب الديمقراطي تصفيه تقول هذا عند الحديث عن حماية اسرائيل ونحن رسمال اللي طلعنا جوه منع المؤيدون لفلسطين من التحدث في مؤتمر الحزب الديمقراطي وفوق ذلك انه رسماله لا نسعى لوقف اطلاق نار وادخال المساعدات والافراج عن الرهائن ما في حديث عن تبادل اسراء يعني عم بحكي الخطاب السياسي هلأ بالاتفاق مجبورين لانه في قوة عند المقامة جوبرتون وبالتالي فاذا خلينا نبدأ من هون ان الحرب التي تجبر الاسرائيلي على الذهاب هو الى التصعيد هي الحرب الناجحة كل ما بيروح الاسرائيلي على التصعيد معنات المشاكل التي خلقتها له قوى المقاومة فوق طاقته على تحملها وعلى حلها ولا يملك جوابا عسكريا لحلها فبيروح على التصعيد بيضرب العمق عندنا من رد عليه بحدود هو يتجنب انه يضرب المدن ويضرب الضاحية وينزل بنايات وسكان مثل ما عمل بال2006 عم يهرب منها بيروح ويضرب اماكن بالابقاع بيضرب اماكن بغير البقاع ويقول مستودعات اسلاح وبترد المقاومة بقسوة على ثكناته على مقراته على مهاجع جنود وضباطه يقتل جنود يجرح جنود تدمر دبابات عظيم عظيم اثنين المقاومة اللي بيجي بيقول لك طيب معلاش بدي ايش تطرح السؤال من جذره وهول يعني جماعة محمود عباس هني اللي دايرين حاملين القصة بالعرض وماشيين فيها شو طلع لنا النطوفان انا لهول بدي أقول لهم امرين بدي أقول لهم امرين الامر الاول شو طلع لنا من اوشلو ما انتوا القيادة الفلسطينية انتوا اللي عملتوا الاتفاق انتوا اللي قلتوا خيار التفاوض بيوصل لنتيجة بتكون 300 سنة اذا 30 سنة الخط البياني لما تم فيها هو دمار مطلق للقضية الفلسطينية اصلا سحبت من التداول اصلا كل نظرية اوشلو اللي قامت على اساس انه نحن جزء من وضع عربي والوضع العربي رابط موضوع التطبيع بالحصول على الحقوق الفلسطينية وينو وينو ما راحوا على التطبيع وما بقي حدا خلي نحكي بصراحة الاستيطان اكل الضفة التهويد اكل الادس النسيان اكل فلسطين وعنوانها والتطبيع ماشي بالتالي لنحكي انتو المعادلة التي تقولونها انسوا فلسطين حتى السلطة تبعكنوا برام الله بوقفول المال وبشغلوها تحت ايدهم مثل جيش لحد روحوا لأطم وقاومين وسلمون اياهم هل قد هذي يحدود القصة في هذا المسار نحكي بصراحة ومعه كان خط بومباي اللي بده يجي يعني اللي اسمه طريق الهند هو الهند عنصرية ضد المسلمين ومنفتحة على اسرائيل بكل اسر يعني تراث غاندي وهذا تبخر يعني الآن في معضلة كبرى اسمها الحزب الهندوسي يعني طيب واجه بايدن وطرح خط الهند السعودية يعني الامارات السعودية اسرائيل بومباي حيفا اوروبا وهذا ما بي له تطبيع اسرائيلي سعودي لو لا الطفان كان ماشي طيب الطفان اذا اعاد اولا نسف امكانية التطبيع السعودي الاسرائيلي لانه خلق مناخ على مستوى العالم على مستوى شعوب المنطقة ما عاد راكب التطبيع وصار مضطر اي حاكم بده يحكي بالسعودية بالتطبيع يقول بدنا دولة فلسطينية يعني رجعنا للمبادرة رجعنا لللي بيقول ما في تطبيع بلا حق الفلسطينيين هذا اللي سلطة محمود عباس ما قدرت تفرضه على ولا نظام عربي بمولوها وهي جزء من النظام العربي لكن بيع عن نظام العربي وقال لا في لك وظيفة شرطة حافظ للامن الاسرائيلي ونحن راحين على التطبيع ايجا الطفان رجع رجع العرب اللي تخلوا عن معادلة لا تطبيع دون حقوق الفلسطينيين الى هذا المربع هذا انجاز عظيم هذا الحال انجاز عظيم فيا شعوب العالم انه ما تتوهموا فيكن تعملوا استقرار وسلم وامن دوليين اذا الاضي الفلسطينية بتم تهميش وهي المشاريع الخنفوش مهما بدت كبرى وامبراطورية بومباي الخليج حيفا اوروبا هاي هالمربع الصغير اللي اسمه غزة هالتلتمية وستين كيلومتر مربع انا هديك اليوم بالغلط قلت مية بستين بثلاثين وهذا لا يعني اللي هو فعلا ميت كيلومتر ليصير تلتمية وستين بتلاتي فاصل ستي من اربعة كيلومتر عرض يعني لما اقول ميت كيلومتر يعني من هون لصور من بيروت لصور بعرض الطريق هاي هي غزة هاي الشقفة او من هون لصيدة بعرض عشرة كيلومتر بعرض تماني كيلومتر باعتبار خمسين من هون لصيدة تماني كيلومتر يعني الطريق والضيع اللي فوق الطريق هاي هي غزة هاي غزة اللي موقف العالم على ارنو 11 شهر وجاي ناس بدت شارة غزة انه اذا بكرا صار اتفاق هل هذا شو مكان الاتفاق طالما ليس اتفاق دول طالما هو اتفاق فرضته المقاومة اذا في انسحاب واذا في وقف حرب الباقي كافي وتبادل اسرة بكافي يعود قادة الضفة الى الضفة وينسحب الاسرائيلي من كامل غزة يعني تعود السيطرة للمقاومة مثل ما كانت قبل 7 اكتوبر نعم العودة الى ما قبل 7 اكتوبر بعد 7 اكتوبر هو تغيير جذري بوضع المنطقة والعالم تقدر تحصل زيادة طبعا فك الحصار رح يصير اوتوماتيكي رح ينكون لاش لانه بشروط الانسحاب الاسرائيلي الكامل ما في معبر رفح ما بيقدر الاسرائيلي يقول مسموحه ممنوع لانه كان هو بلطجي عامله الان اذا الاتفاق سلطة حكومة فلسطينية موحدة تتسلم غزة المرفأ بده يفتحه المطار بده يفتحه خلي الاسرائيل يقصف ما بييده يعمل غير النار واذا عاد النار عادت الحرب المقامة مش انه نايمي على المواضيع عارفي اوراقها المكفية اللي بوقتة بتقدر تكشف عنها لكن معركة التحرير بدأت التي يعني غزة التي اخذت بألفين وخمسة هي غير غزة التي ستستعاد بالألفين وخمسة وعشرين ومش مهم المدمرة وما فيها وانتو بتعرفوا اديش الرسمين الفلسطينية في العالم بس بدون جميلة حدا بدون حدا بدون العرب بدون اموال الخليج 300 مليار دولار ثروات الفلسطينيين وهؤلاء الفلسطينيون مستعدون هم بكرة بس تنتهي الحرب وتعلن الحكومة الفلسطينية فتح الباب للاستثمار هني رح يرجعوا يعمروها هني رح يرجعوا يعمرو المستشفيات والجامعات احسن مما كانت والمدن السكنية احسن مما كانت ورح يعطوها للناس انه قروض على 50 سنة روح استملك بيتك وبدون جميلة العرب وبدون جميلة العالم عندما تنتزع المقاومة هذا الحق وانا رأي لذلك خفوها عن المقاومة دعوا المقاومة تقود معركتها بثقة مطلقة من الذين يؤيدون فلسطين ما عمقول بأيده حماس وبأيده الجهاد حر تنتقد حماس والجهاد باللي بدك لكن الان هذه القيادات هي التي تجسد الوجدان الجمعي الفلسطيني دائما الأحزاب الحكومات القادة هم نداء التاريخ نداء التاريخ الفلسطيني الآن هو في الذي يجري في غزة بالصمود الشعبي وبإرادة المقاومة وبالتالي في هذا الصمود الفلسطيني المقاومة والشعبي في هذا التجاوب مع نداء التاريخ نحن أمام معادلة لن تقف لن تقف إذا بقيت إدارة المقاومة ومحور المقاومة مبنية وهي ستبقى بإذن الله مبنية على معادلات ما في حدا بيلعب بعقلاتنا لا يمين ولا شمال شو اليمين وشو الشمال الشمال حكينا عنه أنه يشجع ويخلق مناخ ضاغط نفسي وين الرد ودمروها وعملوها وحطكن على الحكي وبتقولوا زوال إسرائيل وين وشو ناطرين واللحظة والتاريخ وهي وقت وإذا مش هلأ أينت وكم واحد بتكون يموت بغزلة ما رح نقل له بالطاولة المقاومة لن تقلب الطاولة لأنها تعلم أنها تقلبها على رأس فلسطين مش عرأس قوى المقاومة بس عرأس فلسطين يعني إذا الأمريكي إجا ودمر بيرون هو والغربي ردا على أنه إسرائيل في تهديد لليهود واقتلاع اليهود ورمي بالبحر والوحوش العرب والمسلمين ومدرجوه إلى آخره وعدنا إلى مناخ الحروب الصليبية والغرب جاهز لا يرجع لها ما تفكروا يعني أنه هاي الإضاءات اللي عم نشوفها بالشارع الغربي لو لا بقاء المأساة الفلسطينية هي في الواجهة أمام عيونهم تتحدى يومياتهم أحلامهم نومهم لو لا بقاءها هيك ما صار هذا هذا التحول وهذا التحول بعده حتى الآن هاش بدليل أنه بالانتخابات ما كان له أثر اللي راحوا عطوا اليمين بفرنسا وبالبرمان الأوروبي وين الأضيل الفلسطيني وهذا اليمين رايح عند إسرائيل الانتخابات البريطانية ومثلا نحكي بصراحة فبالتالي حتى هلأ بأمريكا في جامعات وفي تحول مهم بالشباب وكذا لكن بنيت الحزبين الخطاب السائد بالحزبين هو خطاب متطابق مع المطالب الإسرائيلية فبالتالي لا ذكاء محور المقامة الاستراتيجي بعدم الخطوع للابتزاز اللي جاي من مين من اللي بزأفه للتطبيع اللي بزأفه للتطبيع واللي هلأ مئة وثمانين ألف صار عدد الشهداء في السودان ما أحدا منهم بيجيب سيرتهم لأنه ليه هو بمال عربي وبسلاح عربي وبطغطية سياسية عربية هذا هون وهذا هون دولي هون ودولي هون وروحوا طبعوا والتنين اجتمعوا بنتانياهو والتنين بيتباهوا بأنه هن مع أمريكا ويريدون أحسن العلاقات مع أمريكا روحوا حلوها يا خي حلو عن ظهرنا يعني ما أنتوا بعتوها لفلسطين وانتوا ما بتعنينا وروحتوا على تلفزيانات كنت قولوا أنه هاي للإسرائيلية وهي لليهود عظيم نحن بدنا نشلحها لليهود بتحبوا تقاتلوا معهم قاتلوا معهم لكن على الأقل ما تدعوا شراكي بقضية فلسطين وتصيروا تنزلوا لنا لازم ومش لازم وقايمتوا ومدرشوا وإلى آخرية ونحن لا نحن لأنه أنتوا عم بتقولوا أخي حرين بدنا نقول وبدناش نرد عليكم نيح؟ نفلقوا واثقون من خطة المقاومة واثقون من صدقية قادتها واثقون من أنها أحرجتكم لأنها فضحت الكذب والتزوير اللي قامت عليه فكرة التطبيع وأنه إسرائيل لا تقهر وأنه إسرائيل بتحمي وإسرائيل بحاجتها إذا علقنا مع إيران روحوا خلي تحمي حالة إسرائيل أصلا أمام الطوفان ست ساعات ما ضاينت فيها بالقتل نعم فيها تروح تقتل بإيران للتحمي يلا تشرف تشرف تعمل اغتيال بس تروح تضرب هلأ ولكن الضاحية مش قادرة تضربها خليتوا مساروا مهددين ومنادين وعادين ويا لطيف وبشيخ علينا جلنت وبيطلع هليبي ونقلنا التركيز من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال فضل شرف يا أبا ضاي فوت عبنة جبال إلك 11 شهر تتحمى ما حميت بعد ضرب الضاحية دمر بنايات ونزل سكان فيها تسترجي ما بتسترجي فهني ليش زعلانين هول هول كلهم 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 أنا بالكل ليش زعلانين لأن الإسرائيلي أضعف مما تخيلوا عشان هيك مأهورين غيظهم بدون أن تضرب لا تنضرب ليتشفوا ما رح تعطيهم المقاومة فرصة هذا التشفي لو المقاومة عندها قناعة 1% أن هذا يوقف القصف على غزة والله العظيم لتتحمل تدمير الضاحية مقابل أن تحمي غزة لكن هذا ما رح يحمي غزة كل اللي بتعمله بتقول له أنت عم تتدمر ونحن كمان عم نتدمر وعم ندمر تلقبيب وعم نجيب الأمريكاني وعم نجيب الأوروبي وعم نجيب جيوش العالم لتوقف الحرب على قاعدة خلصنا من القضية الفلسطينية ما رح نعطيكم إياها استردينا القضية الفلسطينية وسنحميها وسنمضي فيها ولو بقت الحرب سنوات والشعب الفلسطيني في غزة ذكاء أعلى مرتبة بدليل الذي جرى من ذكاء هذه العقول المدعية والتافهة ولذلك هو متماسك مع مقاومته ولذلك هو يقف وراءها ولذلك مقاومته بهذا الذكاء أيضا طيب هذا قالنا اللي عن الشمال اللي عن اليمين أنه هلأ الأمريكان عطوا الضوء الأخضر للضربات وراها ضغري دعوة للمفاوضات طبعا الحصول على التوقيع العربية شربة ماء يعني ما عنده مشكل بايدن على التلفون نضيلي الورقة قبل ما يقرأ شو فيها بيمضيلوه يعني فالبيان بايدن الدعوة للمفاوضات لأنه بالناس أصلا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المفروض العرب هذا مش نصهم نصهم كان إنهاء الحرب وتبادل الأسرة وهذا نص أتنياهو يعني على كل حال ما شو بلنضل نحكي على الوضع العربي؟ ماذا هو الوضع العربي؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر